السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم شباب اليوم حبيت اشارككم بثلاث اسهم ان شاء الله ياربي تكون بها خير وبركة عالجميع اخوان بالنسبة لهاي الاسهم طبعا انا انشرها بس فقط للفائدة للجميع واني الصراحة يا اخوان غير مسؤول مثل عن اي واحد مثل يخسر انا دايما انصح الاخوة لا تاخذ بكلامي ولا بكلام اي شخص قارنتي انت بشطارتك وبقناعتك راح تعرف ويستحق هذا سهم تدخله ولا ما تعرف فدائما اخوان تشيكوا وتأكدوا واقروا عن السهم اللي راح تشوفوهن ان شاء الله ونتوكل على الله سهمنا الاول اخوان مثل ما شوفونها اتش بي ار نكتب بالسيرتش اتش بي ار اللي هي هاي بوينت ريسورز اخوان هاي شركة مختصة بمجال النفط والغاز مثل ما شوفونها بقسم الانرجي هذي الشركة اخوان حل الدخول عليها مثل يكون مثل تحت اليداعش دولار شوفونها اليوم بصلة تقريب بيداعش دولار وفوري وان او الصبح بداية الدوام تقريب بالتسعة وعشرة قبل لا يفتح الماركت طبعا توقيتي كانت داعش دولار وخمسين سنت والصبح بداية الصبح كانت تقريب بعاشد دولارات وستة وثمانين فاخوان هذي شركة تستحق الدخول الدخول اللي هيكون مثل تحت اليداعش دولار هاسية حاليا بيداعش دولار وعشر سنتات واكو احتمالات اهداف هذا السهم تكون احتمال توصل للعشرين دولار اربعة عشر دولار سبعة عشر دولار تقدر تشتري والتركة مثل بس هذا مو للاستثمار طويل الامد اخوان هذا استثمار متوسط يعني شوفها مثل دخلت لها بيداعش دولار دخلت لها اقل من داعش دولار تركفها دسبوعين ثلاثة مثل او شهر شهرين متوسط يعني مو طويل الامد خلونا نشوفها مثل قبل ثلاثة شهر اخوان شوفونا هنا لقبل ثلاثة شهر اه بديسمبر بناهاية السنة العام كان بثلاثة عشر دولار وسبعة وتسعين سنت واذا نشوفها قبل سنة قبل سنة تقريب بداية الفين وعشرين اه بفبر وري كان بثمانية وخمسين دولار وعند ارتفاع هنا باثنين وثلاثين دولار فالشركة يعني اكو توقعات حسب الفاليوم اذا صعد يشوفونها بالفين وثمنتعاش هنا اذا صار عليها فاليوم قوي احتمال توصل حتى لثلاثين دولار بس يا اخوان مثل ما قلت لكم اقرو عنها قبل لا تدخلون فهذه شركتنا الاولى اما شركتنا الثانية اللي هي الشركة المعروفة شركة كوداك اخوان هاي شركة شركة كوداك اكثرنا نعرفها ونسامعين بيها اللي هي مختصة بمجال التصوير بالنسبة للشركة هي شركة مع شركة مايكروسوفت السهم عليها شوفون السهم ما لهم تقريب اليوم فتح الماركت على تسع دولارات وواحد وخمسين سنت وشوفون الماركت السهم ما جاي يصعد بسهولة ورغم الشركة معروفة هنا تقريب بالظهر وصلت باثنائش دولار وواحد ثمانين سنت كلش حلو السعر شوفوا الحلو هنا الداخل بتسع دولارات وثمانية واربعين فالطفر السهم هنا الاثنائش دولار وواحد ثمانين سنت وبعدها نزلت وسبب هذا النزول يا اخوان هذا النزول كله اكثر شيء ضغط باللي الناس يسوي شورت سيالن ان شاء الله في اليوم نسوينا بس اجمعكم المعلومات انا وعدت واحد من الاخوة ان شاء الله نسوي لكم عليه فيديو بس للاسف رابن هود الشورت سيالن ما يشتغل به طبعا شورت سيالن تقدر سويه بويبل رابن هود ما يسمح النبي احنا عادة نشتري السهم بتسع دولارات وهذا كمثل ونبيع من يصعد بالشورت سيالن اخوان اللي هو البيع على المكشوف يصيحوله بالعربي الشورت سيالن بالعكس تشتري من فوق على متبيعة من جوة تاخذ ارباح فان شاء الله معلومات لازم نوفرها ان شاء الله وانشرحها لكم وهذه موجودة قلنا بس على مصة ويبل فهذا يا اخوان السهم اللي هو الثاني ويستحق بالدخول عليه من 11 دولار وجوه اللي يحب يدخله طبعا سائره حلو ما ينعرف باتشر هنانا عندنا بري ماركت اوارز مثل ما شوفونا هنانا طب سد الماركت ب 10 دولارات و 97 بده شوية ينزل هنانا فاحل الدخول علي اخوان وهذا شركة كوداك تقدر بس تكتب كاي او دي كاي يطلع عنا بالسرج اما الشركة الثالفة اللي هي ماتن هاي الشركة تقدم اخوان خدمات شاملة على تدريب اللغة الانجليزية وخدماتها بالخارج وبالداخل وحتى على الانترنت هاي تقدم هاي الخدمات وكل الخدمات متعلقة باللغة الانجليزية للطلاب فاخوان الشركة ساهمها حلو والدخول عليها يكون افضل تحت الدولارين مثل ما شوفون هنانا فتح الماركت بدولار و 88 وهذا حلو الدب اللي يشتري به وهذا الدب عندنا حلو واحد يدخل عليه وبدت هنانا من دولار و 84 وصلت تقريب دولار 96 ونزلت يعني حلو الدخول عليها تحت الدولارين اخوان والسيمبل مالات اخوان METX طبعا قلنا هذول الشركات الثلاثة يا اخوان ذكرناهم مو الاستثمار للمدى البعيد الاستثمار للمدى المتوسط يعني فترة تقدر تشتريهم مثل فترة شهر شهرين ثلاثة و خمسة شهر وتبيعهم بعدين اذا دخلت دخلت مثل بهاي الدخلة اللي هي مثل دولار و 84 حلو السعر ما لها دولار و 84 هذا الدب اللي ينزل فهنانا الدخول يا اخوان اذا دخلت تحت الدولارين يعني ما بي هك المشكلة تقدر تشوف تتابع الماركت باتشر وتدخل اذا تحب تدخل بدولار و 80 سنت ودولار 90 سنت احنا وحضنا باتشر ما نعرف ش راح يكون ارتفاعها خلي نشوفها قبل شهر نشوفها هنانا قبل شهر واصلة بدولارين و 6 سنتات وعدنا يوم 26 واحد كانت بدولارين و 20 وعدنا هنانا صعود بدولارين و 10 يعني واحد يدخلها تحت الدولارين دخلة حلوة اذا عب عدد شبير ويقدر يبيع من يشوف هذي الطفرات الحلوة تشوفون اخوان الشركة دخلت بالماركت بعام يعني صارت للناس يقدرون يداولون بها بعام 2020 بشهر الثالث واحد 30 ثلاثة 2020 وكان السهم 23 دولار و 39 سنت وبدأ يستمر السهم للنزول على ما وصل لهذا السعر فاخوان اللي يحب يستثمر بهاي على فترة بعيدة يعني مو طويلة الامد مثل تدخلها بهذا السعر بدولار و 84 دولار و 85 و 89 وتبيع مثل بدولارين قبل اسبوعين كانت هنا تقريب بدولارين و 20 حلوة بدولارين و 10 سنتات هم حلوة فاخوان دائما نصيحة الاخوة و خصوصا المستفميرين جدد خصوصا الاخوة اللي داولون يومي من تداول خوية و تيجيك رزقك اخذ رزقك و اطلع لا تستطمع و تتوقع السهم رح يطير ما رح يطير اخوان كل شيء الى محدد و كل شيء الى دراسات و الاخوة اللي يدخلون ع السهم اخوان و يشوفون السهم مثل بدى الصبح هنانا و جاي شوفوه صاعد 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 و تروح تدخل اخوان لا تركض وراء السهم انتظر ينزل انتظر ينزل انتظر ينزل يلا تدخل يعني قارن اخوان سووا مقارنة موجودة عندنا احنا سوينا قبل شرح شون ندخل ع السهم مش وقت نطلع من عنده تقرأ الار اس هاي اخوان هذور كلهم لهم دور فعال اخوان بالسهم برابنهود ما رح تعرف هذه الحركات حتى لو نفتح الاكستند متى و نشوفه هنانا رح يبين عندنا الار اساي عفو لازم نضيف الار اساي هنا برابنهود نشوفه تابعه حتى اذا ما عندك مثل اكاونت ثاني هم تابع الار اساي شوفه اذا نازل مثل الالتلاثين و خمسة و ثلاثين و تريد تدخل مثلا شوفه هنا الار اساي نازل نازل بهاي المنطقة تقريب بالخمسة و ثلاثين تقدر مثل تدخل بهتش منطقة منشوفه السهم نزل نزل مثلا بس انت مو هنا مثل تشتري و شفتها صاعد انتبه الار اساي اذا عابر واصل الخط السبعين مثل ما شوفون هنا ما يبين عندنا السبعين لينصار بين الثمانين و الستين ما رح ندخل اخوان من السابع المستحيلات فاخوان حافظ على فلوسك لا تدخل بهتش مناطق منشوفه السهم عليك صاعد ما تتوقع يعني تتوقع رح يستمر صعود مستحيل رح يضرب عندنا هنانا بالسبعين بالاربعة وسبعين بالار اساي و رح ينزل عندنا يبدي ينزل ينزل فاكو اسهم مثل تستمر بالواسط ما الار اساي انت انتظر هيتش فرص مثل هذا الدب مثل هذا الدب و ادخل على الار اساي و شوف و نازل اش قد حتى تقدر تدخل و تستمر علي حتى عندكم هنان اخوان اظن الماك دي موجود هذا الماك دي عندنا نقدر نتابع الماك دي شباب فهذا الماك دي اخوان هنا موجود الصراحة ما مستخدمه يا رابنهود استخدم منصة ويبل منصة ويبل تخدمنا هواي هواي و حتى الاخوة دائما انصح الاخوة اللي عندهم شوي خبرة موجودة فيديوهات اخوان بالقناة تقدر تتعلم على ويبل و تدخل عليها اخوان شوفون هنا المنصة الطنة تفاصيل اكثر دقيقة اكثر دقة من رابنهود فيا اخواني هذه اللي عندي الاسهم والله يرزقكم ان شاء الله واي استفسار بخدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته